اهلا ومرحبا بكم اعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية وعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط هل تقيكم بدرس جديد من دروس الاحياء نتعرف فيه اليوم على نموذج من الحزازيات وظاهر التعاقب الاجيال في هذا النبات وهو الفيونارية بعد ما تعرفنا على صفات هذا النبات في الدرس السابق الآن نتعرف على ظاهر التعاقب الاجيال لتعني انه دورة حياة النبات تمر بطورين تكاثر الطور السائد فيه نبات الحزازيات هو الطور الجنسي ومن ثم يكون الطور اللاجنسي هو الطور القصير فنوضح دورة حياة نبات الفيونارية حيث بعد الإخصاب وتكوين البيضة المخصبة في العضو الأمثوي تنمو البيضة المخصبة مكونة النبات جديد يمثل الجيل اللاجنسي الذي ينمو ليكون حامل وعلبة الأبواغ وهذه الأبواغ تنطلق بعد النضج وتسقط على التربة لتنمو مكونة الجيل الجنسي أي باختصار أنه البيضة المخصبة تنمو إلى جيل لا جنسي ومن ثم الأبواغ تنطلق لتكون الجيل الجنسي فنلاحظ بالرسم لاحظوا معي البيضة المخصبة تكون في الجزء الدورقي من العضو التكاثري الأمثوي وتكون بقاعدة هذا الجزء تنمو هذه البيضة المخصبة لتكون الجيل اللاجنسي اللي يتكون من حامل وعلبة الأبواغ في القمة بعدها حوافض الأبواغ لاحظوا معي تبدأ تتشقق تنطلق منها الأبواغ ووضحنا سابقا أنه الأبواغ هذه اللي تبدي تنمو حتى تتكون الطور المشيجي الجنسي فتنمو الأبواغ لتكون نبات ذكري ونبات أنتوي ومن ثم عضو التكاثري الذكري والعضو التكاثري الأنتوي ووضحنا صفات كل واحد منعتهم ولونه وشكله بعدها الخلايا الذكرية أو الأمشاج الذكرية اللي تكون ثنائية الأصوات اللي تتحرك سابحة باتجاه البيضة في العضو التكاثري الأنتوي لتكون البيضة المخصبة وتعاد دورة الحياة بالنسبة للنبات الحزازي لدينا بعض من الأنواع من الحزازيات التي توجد في البيئة من هذه الأنواع عندنا حشيشة الكبد وهو نبات من الحزازيات كان يعتقد سابقا أنه مفيد لعلاج بعض أمراض الكبد أيضا العشبة ذات القرون وهي عشبة صغيرة لها جسم مسطح تمتاز بكونها تمتلك بلاستيدة خضراء واحدة في كل خلية من خلاياها ننتقل أعزائي الطلبة لنوضح حقيقة علمية بعض أنواع من الحزازيات التي تعيش في الكهوف تصدر هذه الأنواع ضوءا أخضر والتي عادة لا يصلها ضوء كافي اللي تعيش فيه الكهوف فهذه الأنواع لها تراكيب تشبه العدسات صغيرة جدا تركز كميات قليلة من الضوء على البلاستيدات الخضراء لكي تساعد النبات في صنع الغداء فهذه الأنواع من الحزازيات التي تنمو في الكهوف لها أو تصدر ضوءا أخضر بانعكاس الضوء على العدسات الصغيرة أو التراكيب اللي تشبه العدسات الصغيرة بعد انعكاسها على البلاستيدات الخضراء ننتقل الآن أعزائي الطلبة لنتعرف على النوع الثاني من النباتات اللابذرية وهي استرخصيات وأيضا نتعرف على أهم ميزاتها وصفاتها فلاحظوا معي هي مجموعة نباتية لابذرية وعائية فأول فرق ما بينها وما بين الحزازيات إنه الحزازيات نباتات لا وعائية أي لا تمتلك أنسج متخصصة ناقلة أو أنسج متخصصة وظيفيا بالنقل فالسرخصيات تمتلك بهذا لأنها كونها وعائية لأنها تمتلك هذه الأنسج المتخصصة وظيفيا متنوعة في أشكالها تتراوح أطوالها بين 2 إلى 5 متر والفرق الثاني هو أن الحزازيات تكون قصيرة جدا طولها ما يتراوح أو يكون بين 2 إلى 5 سنتيمتر بينما أسترخصيات لا تكون نباتات طويلة قد يصل طولها إلى 5 متر تعيش في المناطق المضللة ذات الرطوبة العالية وتستقر على جذوع الأشجار والأخصان والجداول والسواقي ويوجد منها ما يقارب 12 ألف نوع من أمثلتها هذه السرخصيات أهم صفاتها أو خصائصها تمتلك سيقان وأوراق وجذور وتحتوي على أنسج وعائية متخصصة فهذا الفرق الأول أنه الحزازيات لا تمتلك أنسج وعائية متخصصة لذلك سميت باللاوعائيات بينما السرخصيات تمتلك أنسج وعائية متخصصة وظيفيا وتمتلك سيقان وأوراق وجذور حقيقية بينما الحزازيات لا تمتلك هذه التراكيب تستطيع أن تنقل الماء والغذاء إلى جميع خلاياها لذلك سميت بالنباتات الوعائية فممكن السؤال يكون لماذا سميت السرخصيات بالنباتات الوعائية لكونها تمتلك أنسج ومتخصصة وظيفيا بالنقل بنقل الماء والمواد الغذائية خلال جسم النبات نباتات خضراء متوسطة الحجم تمتلك بلاستيدات خضراء وتصنع غذائها بنفسها تمتاز أيضا بظاهرة تعاقب الأجيال مثل ما لاحظنا بالحزازيات أنه دورة حياة النبات تمر بطورين طور تكاثري جنسي وطور تكاثري لا جنسي فأيضا السرخصيات تمر بظاهرة تعاقب الأجيال أي أنه يكون طوري تكاثر في النبات بالنسبة للحزازيات كان الطور السائد هو الطور التكاثري الجنسي هو السائد في دورة حياة النبات بينما في السرخصيات اللاحظ الجيل السائد هو الجيل اللاجنسي فهذا الفرق ما بين الحزازيات والسرخصيات يتخلل الجيل الجنسي ولا يتم الإخصاب إلا بوجود الماء تعد السرخصيات نباتات تتوسط بسلم التطور ما بين الحزازيات والنباتات البذرية في سلم التطور وذلك لأنها تمتلك خصائص لكل المجموعتين فتتوسط بسلم التطور ما بين الحزازيات تكون أرقى من الحزازيات وأقل تطورا من النباتات البذرية كونها تمتلك صفات كلا المجموعتين نلاحظ بالرسم لاحظوا معي ظاهرة أو دورة تعاقب أو ظاهرة تعاقب الأجيال في النبات السرخصي فنلاحظ أيضا وجود العضو التكاثري الذكري والعضو التكاثري الأنتوي والبيضة ومن ثم تكوين البيضة المخصبة بعد اتحاد عضو التكاثري الذكري والأنثوي ومن ثم تكوين الجنين والورقة السرخصية وبعدها تكون حوافظ الأبواغ أسفل السطح أسفل سطح الورقة ومن ثم تبدأ تتحرر الأبواغ وتنطلق لتعاد دورة التكاثر أو دورة حياة هذا النبات السرخصي نكمل أعزائي الطلبة ممكن من ضمن الأسئلة التي ترد عن هذا الموضوع على أن لا يتم الإخصاب إلا بوجود الماء لأن الماء ضروري لإنضاج الأعضاء التكاثرية الذكرية والأنتوية سؤال ما هو البوليبوديوم وهو مثال عن السرخصيات وهو أكثر السرخصيات شيوعا نبات يتكون من ساق وجذور وأوراق والساق تكون رايزومي ينمو أفقيا وتنمو إلى الأعلى منه الأوراق الكبيرة هذه الأوراق ميزة أنه تكون مركبة تشبه السعفة لذلك تسمى بالسعفة عادة تحمل هذه الأوراق أو تحمل على سويقات وتوجد نلاحظ حافظات الأبواغ كموقع لها تكون حافظات الأبواغ على السطح الأسفل للأوراق والتي تنطلق منها الأبواغ بعد نضجها ليبدأ الجيل الجنسي الجديد وينمو أسفل الساق جذور عرضية ليفية وظيفة هذه الجذور هي التثبيت والامتصاص فعزاء الطلبة وضحنا الحزازيات ووضحنا ميزاتها والفرق ما بينها وما بين ميزات السرخسيات فالآن لدينا مجموعة من الأسئلة المتنوعة عن هذا الموضوع فلاحظوا معي سؤال لماذا تسمى الحزازيات نباتات لاوعائية؟ لأن الحزازيات لا تمتلك أوعية ناقلة متخصصة وظيفيا لذلك سميت بالنباتات اللاوعائية سؤال مجاميع الطحالب بالنسبة للمجاميع الطحالب التي تعرفنا عليها بالدرس السابق فهي هذه الطحالب التي تكون متعددة الخلايا هي الطحالب الخضر والطحالب البنية والطحالب الحمر سؤال أيضا ماذا تسمى النباتات التي لا تمتلك أنسجة وعائية متخصصة فنطلق عليها بالنباتات اللاوعائية ماذا تدعى الظاهرة التي يتضح من خلالها أن للنباتات جيلين جيل جنسي وآخر جيل لا جنسي فهذه الظاهرة تعرف بظاهرة تعاقب الأجيال سؤال آخر ماذا تسمى النباتات اللا بدرية الوعائية؟ فنطلق عليها بالسخصيات أيضا سؤال ما اسم أشباه الجذور في الطحالب البنية؟ ووضحنا التراكب التي تشبه الجذور في الطحالب البنية نطلق عليها باسم الماسك سؤال أيضا ما الذي يميز السرخصيات عن الحزازيات كنباتات لا بدرية؟ من خلال توضيحنا للصفات العامة للحزازيات والسرخصيات الفرق بينهم أن الحزازيات تكون نباتات لا وعائية لا تمتلك أنسجة متخصصة ناقلة تنقل الماء والغذاء فأول فرق أو الذي يميز أن الحزازيات لا تمتلك أنسجة وعائية متخصصة بينما السرخصيات تمتلك أوعية أو أنسجة ناقلة متخصصة وظيفيا تقوم بنقل الماء والغذاء إلى جميع خلايا النبات أيضا الحزازيات لا تمتلك لا سيقان ولا أوراق ولا جذور حقيقية بينما السرخصيات تمتلك سيقان وأوراق وجذور حقيقية أيضا ظاهرة تعاقب الأجيال ممكن أن نوضحها أنه في الحزازيات يكون الطور السائد بدورة حياة النبات الحزازي هو الطور الجنسي بينما فيه السرخصيات الطور السائد هو الطور التكاثري اللاجنسي ويتخل له الطور الجنسي واللي يكون قصير فاللي يميز السرخصيات أنها نباتات وعائية تمتلك أنسجة ناقلة متخصصة وظيفيا في حين الحزازيات نباتات لا وعائية لا تمتلك أنسجة ناقلة متخصصة وظيفيا ننتقل أعزاء الطلبة إلى المجموعة الثانية من النباتات تعرفنا على مجموعة كبيرة من النباتات اللابذرية من ضمنها الحزازيات والسرخصيات وصفات كل منها وفي الدرس القادم إن شاء الله نتعرف على النباتات الأكثر تطورا من السرخصيات وهي النباتات البذرية فأكملنا النباتات اللابذرية أتمنى أن استفادئتوا من المعلومات التي قدمناها إلى أن نلتقيكم بدرس مقبل تقبلوا تحياتي ترجمة نانسي قنقر